السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما نقول دائما تمنىكم تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة معكم مطبخ ام لطفة وصفة جديدة وفيديو جديد اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم واحد الكاب كيك كي يجو رائعين ولداد مقومين على حقه مطرقه نصيفتهم مع ولدتنا المدارس كي يجو يعني كي يجو ولداد وصحيين الشكل ديالهم كيش هي هنشاركهم معاكم ان شاء الله بجميع التفاصيل ديالهم را كي يجو سائلين في الخدمة ديالهم انا صيب جوج تشكيلات وحدا بنسمات الفاني وحدا بنسمات الشوكولة من نفس العاجين كيما كتوضح لكم الصورة نشوفوا المقادير وطريقة التحضير بس طيبنا هاد جوج دياللي كاب كيك اللي وحدا بنسمات الفاني وحدا بنسمات الشوكولة عندنا في المكونات عندي خمسات البيضات جوج حكيك دياللي ياغورت طبيعي كاس ديالبودرة اللوز واحد رشيشة الملح وبيبت ديال الشوكولة اللي خاصين ديال كوكيز ورقائق اللوز كاز ديال الزيت وكاسونس ديال الساني دا عندي عدوما الكوغتات اللي غنطيب فيهم عندي بطبيعات تحين الليم غريب المنقبل صحي الشيط الفاني وصحي كبيرة ديال الخميرة ديال الحلوية وصحي الشيط الكاكا وصحي الشيط الخميرة رفيا خمساتاشر جرام اول حاجة غنبدأو بدك البيض ويكون بدرجة حرارة الغرفة كنخرجه من قبل بتلاجة غنطيب خمسة ديالبيضات وغنطيب ديال كاسونس ديال السكار مع رشيشة ديال الملح ضرورة رشيشة الملح لكي توزن لنا المضاقات كي نقلوك تعدل لنا الضوء ديك رشيشة الملح نضرب الطراب الكهربائي ممكن نضرب طراب اليداوي وزيت الصشي ديال الفاني نضرب مزيان حتى نحسب البيض اللون دياله بدك يتبدل بدك يمحل كاي بيض ونضيك الكاس ديال الزيت بالتدريج شوية بشوية سنكمل هذا الكاس كامل ونفس الكاس الى عبرنا به يعني هو الي عبرنا به الأزيت ولي غننعبروا به عبرنا به اللوز البودرة اللوز واللي عبرنا به السكر كاسو نص هو الي غنعبرو به الطحين نضربه مزيان حتى ينسجمو لنا هذه العناصر نضرب حجي حكيكة ديالياه غورت طبيعي وصدقوني هادوج حكيكت ارا كي يخليوا هادلي كاب كاكي دياونا كي جاور طبعين صافي غا نحاول نفرغ المحتوى ديال ديك العلبة كامل مشكلي كتوضح لكم الصورة باستعانة ديالة سباتيولا هكا او ملعقة اللي بغيتو صافي او كان بدا كانت تطرب مزيان كنت نساجم لي العناصير مع بعض دياتها بعد الشكل هادا عاد غادي نزيد داك الكاس ديال بودرة اللوز هادا اللوز ممكن اطحنوه بالقشرة دياله ممكن لعندكم بلقشرة كديرو كيم مادرتو كي يجيزوين كي يعطي واحد الماداق رائع لها الكاب كيك هنا غادي نبدأ نزيد دابا الطحين كي يقليكم بنفس الكاس غا نعبرو ثلاثة ديال كيسان غادي ندرجوش كيسان هما اللوولين حتى نخلطهم بطبيعة الحال دقيق راهم غربة لمن قبل ويكون من دقيق من نوعية جيدة باش كي يطلع لنا الكيك ديالنا او الكاب كيك ديالنا مزيانين صافي غادي نبدأ ننخلط هاد المكونات بغير بواحد بنفس الطراب الكهربائي انما كان ديروش كان مكان علوش يعني السرعة كنديروه السرعة اقل سرعة عندنا فيه هنازد الكاس الثالث وغادي نطرر مزيان تطرر بليا هاد العناسير ويتخلطه مزيان مع بعديتها عاد غادي نزيد ديال الخميرة ديال الحلوة اللي فيها خمستاشر قرام ولي ما عندوش هاد الصاشي الكبيرة بحالك ده غايدير جو الصاشيات من فئة ثمانية قرام صافي غادي نخلطه مزيان كيكتليكم حتى ينساجموا ليه عاد غادي نخليت الخميرة هي اللي الاخرة عدرتها بليدرة الخميرة ديالي كنطرر بعودتاني مزيان ومن بعد غادي نزيد وديك واحد المعلقة ديال الخل الابيض وغادي نطرر بوحته هو مزيان ستنساجموا ليه هاد العناصر وغادي نجيب واحد يعني بوش جو طابل اللي غادي نعمر فيه هاد العجين هادي غا ناخد غاين ننصديها لها لكي سهل علي الخدمة وغادي نعمر به هادو ليمو اللي كيجو ديال كابكيك اللي كيجو طوالين غادي نسدو وغادي نقطع بواحد المقيس وغادي نبدا نعمر مشكلة كتوضح لكم الصورة كان عمر حسن النص تقريبا ديال هاد ليباركيت هادو او هاد ليمو اللي كيكونوا طوالين بحالك ده ها نعود نعمر بوش مرة اخرى ونكمل صفي هنا قدرت غير ربعة انا لانا لانا الاغلبية بغايت نديرهم بالشوكولة وصفي نخفطوهم واحد شوية بش كي يتقادل لهم الوجه ديالهم وغادي نديروا اللوز ايفيلي من الفوق بش كلي كاتوضح لكم الصورة سوف نحيدهم جانبا ونكملوا نخدمه لكاب كيك اللي بالشوكولة هنا قدرت لكم من عجين واحد خرجنا جوج ديال تشكيلات وحده بالفاني وحده بالشوكولة هنا قدرت لك العجين اللي بقاتلية غادي نزيد صشي ديال كاكاو مع واحد المعلقة ديال الحليب باش ما كتقصح لنا لعجينة هنخدمهم واحد شي شوية واللي غايعطيني التعليك لهاد ليكاب كيك هي واحد جوج معلقة من هاد الشوكولة الخاصة بالدهن اي شوكولة عندكم ممكن تخدموها انا خدمت بهادي نونسية صفي غادي نخدم مزيان نعدموا كوينات مع بعضياتها ونحاول نجمع الجناب بواحد السباتيولات يتجمعوا مزيان حتى هي غادي نعمرها في واحد البوش وغادي نجيب دوك الليمول ديالي او ديال الكاب كيك وغادي نبدأ كنعمر هما هادو الليمول صغارين كيجوزوينين وحلوين غادي نعمر كيكتليكم فاديك البوش باش كيسهل علي الخدمة وما كيضيعش لي العاجين هاد البوش هادا صفي وكان بدا كنعمر في هادوك الليمول ديالي او ديتا هما كنعمروا حتى الحد النص إلا بغيتو ميجيكم عالين كتعمروا حتى يعني كتخليوا تولوت كتعمروا كتر من يعني كتعمروا ديك الحيي بحلا النص كتزيدو عليها الربيع كنتمنى تكونوا فهمتوني يعني كنفوتهم مص انا بغيتو ميجيونيش عالين بزاف قدرت غيحد النص ديال هادا الليمول ديالا ديالكاغت اللي كنديرو فيهم لكاب كيك صفي انا غنكمل سنعمرهم كاملين وغادي نجيب عندي حبيبات الشوكولة الخاصين بكوكيز وغادي نديرهم من الفوق كتزين كي يجيب بلدادين صفي وهذا الأثناء را عندي الفران نشعله على مية وسبعين دراجة شعله لغيل تحت وغادي ندخل هادا هادا الطاوه هادا غادي غادي ندرسهم بجوج في نفس الطاوه وغادي ندخلهم ونتسنعليهم ونراقبهم حتى كيبانواليا رامطلعو هنا شوفوا ما شاء الله هما جايين طالعين حتى كيبانواليا رابدا كيبانواليا رابدا هادا غادي نشعلهم لهم الفوق واحد جوش دقيق ولا ثلاثة وكيكونوا هما هادين نتيجة كيكونوا طابوا على حقهم وطريقهم كيجوزوينين هادو لذي فوقهم لذي فوقهم لذي فوقهم خطوط بالعاسل بعد الشكل هادا وهما بقين سخانين باش كي يتشرب لي يدك العاسل كيدخل ليهم مزيان كي تشرب فيهم واللي بالشوكولة خليتهم غي هكك بشوكولة لأن دايجا فيهم بتعليكة ديال دك المعالقات اللي درنا فيهم ديال الشوكولة بالخاص بيددهن نقربهم لكم تشوفوا الشكل ديالهم كيفا الجو جو رائعين وفي الأول راوريت لكم مني انفتحت معكم واحد الوحدة فذا بغى نعود معكم نفس الشيء غدي نوريهم لكم هنا شوفو راكي تحيدوا بسهولة ملكاغات ديالهم مكي يلسقوا موالو هنا هادو هي النتيجة النهائية ديال الكابكيك ديالي الكابكيك ديالي صافيه نغا نقطع لكم واحد الوحدة باش شوفوا كيفا الجديرا من الداخل ديالا معدك اللوز اللي درنا فيها بودرة من الداخل اعطاها واحد القوام رائع و الديد وكي تلاحضوا كتكون غنية بذلك اللوز اللي فيها مكنديروش غدتحين بوحدة هنا شوفو ما شاء الله راجته شيشة وجهة الديدة صافيه هنا غا نفتح معاكم الليب الشوكولة ها هي تحيد ملكاغيت بسهولة ها هي كما لاحظوا شوفوا القوام ديالا راجة رائعة جهة الديدة و جهة شيشة ايها غا نقطع معاكم واحدة من الروز تشوفوها القوام ديالها نسمعلك يا سلام تستهل في الجريبة كما كان قول لكم دائما بصحة و الراحة و الى فيديو قديم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة